اشتركوا في القناة تكونة من M صف و N عمود نقول عليها مصفوف من الرتبة M في N يعني صف في عمود أو من النوع M في N صف في عمود يعني هذه المصفوفة A هتكون من الرتبة 3 في 4 حتى الصف أول بعدين العمود هنسمي كل قيمة في المصفوفة عنصر ونرمزل العنصر ب A, I, J يعني العنصر 2 ثلاثة هو الموجود في الصف الثاني العمود الثالث دايما الصف بعدين العمود اللي هو العنصر حيكون سالب 3 يعني A 2 ثلاثة صف الثاني العمود الثالث حيساوي سالب 3 طب خلينا نشوف مصفوفة ثانية المصفوفة B هتكون من الرتبة 2 في 2 عشان لها صفين ولها عمودين والعنصر B 1 2 هيكون في الصف الأول العمود الثاني اللي هو العنصر 4 يعني B 1 2 هيساوي 4 طب خلينا نشوف هذا السؤال يقول لي استعمل المصفوفة A للإجابة على كل مما يأتي وأول مطلوب يقول لي حدد رتبة المصفوفة A هنا شوف المصفوفة عندنا صفين وثلاثة عملة بسر رتبة المصفوفة هتكون 2 في 3 نشوف المطلوب الثاني يقول لي ما قيمة العنصر A 2 1 يعني العنصر الموجود الصف الثاني العمود الأول صف A 2 1 هيكون بتسعة فارس سالي يقول لي استعمل المصفوفة B للإجابة عن كل مما يأتي وأول مطلوب يقول لي ما رتبة المصفوفة B الرتبة زي ما قلنا صف عمود يعني عدد الصفوف في عدد الآمدة نشوف عندنا عدد الصفوف 3 وعندنا عمودين يعني رتبة المصفوفة B 3 2 يعني العنصر الموجود في الصف الثالث العمود الثاني سالب 1 إذا كان عندك أي سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتيبغي تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكمل واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع التمارين وجميع مسائل تحقق من فهمك إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه